المنتخب في الحقيقة بيستعد دلوقتي لتحدي جديد وفضل عليه 48 ساعة بس على المباراة المهمة جدا بين مصر وسنغال والجمهور المصري كله مستنيها لأنها بتمثل حلم الصعود لكأس العالم نهر ده هنتكلم عن الاستعدادات النهائية للمنتخب مع الأستاذ سعيد علي النقد الرياضي برحب بيك من وارنا في صباح الخير يا مصر أهلا بيك يا صباح أهلا بيك أهلا بيك يعني كيروش مبرح فتح التدريب للصحفيين ربا ساعة كده فشفت إزاي الاستعدادات مبارح هو فتح فعلا تدريب بوقت وليل ربا ساعة تقريبا للصحفيين الراجل طول وقته حريص أنه بيقفل على المجموعة بشكل كامل حريص أنه يكون فيه بعد كل البعد عن الحالة الإعلامية والحالة الجماهرية بشوف أن الاستعداد بتسهيل بشكل جاد جدا خلال الأيام الأخيرة وأن الراجل محضر من بدري بشكل كويس يمكن هو قبل إعلان قايمة بأيام قليلة قال بشكل واضح جدا ارفعوا الأعلام وانتظروا دعم ومنتخبكم المنتظرين منكم بشكل كامل الدعم وشكل واضح حول سالة غير مباشرة قال أجلوا شوية نحن ننتقد أجلوا شوية أنه لو حد عندهم ملاحظة معينة على بعض الاختيارات فأجلوا كل ده ده وقت أنكم تصطفوا جميعا ورانا فبالتالي بشوف الراجل مراكز جدا جدا وكان متوقع من بدري أن عادي في بعض الاختيارات ممكن ما تلقش رضا البعض لكن في النهاية احنا شايفين بشكل كامل أن نفس المجموعة متواجدة في الفترة الحالية والجميع متحمس إن شاء الله بإذن الله أن احنا يكون في مجاراتين قايتين جدا وإن شاء الله نكون قادرين على الصعود لكاس العالم إن شاء الله ونصعد لكاس العالم بإذن الله بس يمكن إن برح سيد برضو في الميران الخاص بالمنتخب كان في حضور لوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي شايف إزاي الحضور ده والرسائل اللي وجهها للعادي يعني بالتأكيد عايزين نقول إن تواجد قبار المسؤولين في هذا التوقيت ده شيء ليس بجديد على الدولة المصرية طوال الوقت بتكون متواجدة في الأوقات المهمة والأوقات الصعبة وتأكيد دائم على دعمها الكامل سواء المنتخب كرد القدم أو جميع المنتخبات وحتى في الألعاب الأخرى احنا شوفنا طفرة جراءة عادية في السنوات الأخيرة فبالتالي رسالة دعم مهمة يمكن دكتور أشرف صبحي كان متواجد في نهاية أفريقيا بشكل واضح جدا ورسالته تحدث عنها كثير من الإعلام الغربي ويمكن المنتخب بسنغالي لاحظ ده وشاف ده بالتحديد إن رأس الدولة في مجال الرياضة بشكل واضح جدا في غرفة ملابس اللاعبين ومهتمة اهتمام كامل بهذا الفريق فبالتالي كان واضح جدا الدعم الكامل منذ نهاية أم أفريقيا وكان واضح جدا الرسالة من البداية نحن عندنا فرصة تانية مش هنفوتها ومش هنضيق حلم الشعب المصري إن شاء الله بالتواصل المنديال فبالتالي أتمنى إن شاء الله أنها تكون حافظوا ده وممكن لمستوا في عيون اللاعبين ولمستوا في حمستهم إنهم فعلا لمسين جدا جدا وقوف الدولة خلفهم وقوف الشعب والحالة الجامهرية في الفترة الأخيرة ونفاذ التذاكر بشكل كامل فبالتالي هذه الحالة مهمة جدا ومتفكرنا بتصفات كأس العالم الأخيرة وإزاي إحنا كنا ملتفين جميعا نخلف المنتخب وقدرنا نكون في كأس العالم إن شاء الله نقرر نفس الحالة ونكون متواجدين المرة الثانية على التوالي بزنان يعني يمكننا في أي حاجة ليها علاقة منتخب مصر بالذات حتى اللي مالوش في الكرة بيشجع وبيستنى وبيفضل قاعد قدام التلفزيون بيتفرج إحنا كمان عندنا فضول بقى أنا عرف كده لو تكلمنا بشكل فني أكتر كيروش بيفكر إزاي في المباراة خلينا أتكلم مع حضرتك بشكل واضح يعني إحنا عايزين نفاهم الناس أولا إن المباراة مش بالتصور المنطقي أو أو مش بالتصور العامل اللي الناس ممكن تتشوفهم يعني أنا عايز أقول إن فيه اختلافات كتيرة تخلي مباراتي مصر مع السنغال هنا في مصر وثم في العودة في دكار أصعب كتير جدا جدا من موقعة يوين دي اللي هو نهاية أمم أفريقية أقول ده لإن فيه بعض المتغيرات حصلة هنشوفها في هذه المباراة المتغير الأول إن إحنا لعبة منتقى مصر بيمر بحالة إرهاق لعب الأهل بالتحديد وبقية اللعبين بسبب المباراة المتتالية فبالتالي في حالة إرهاق عند اللعبين دوري وأبطال إفريقيا صحيح فحالة إرهاق دي ماهما برضو لو حسبناها لو إحنا بنتكلم كده ما لعبت السنغال برضو عندهم إرهاق بيكون بلعبوا نفس لا ما كانش عندهم نفس دغط المباريات ولا كان عندهم العدد المباريات ولا لعبة لعبة بعد أمم أفريقيا بـ 24 ساعة في كاس عالم الأندية زي ما حصل لعبة الأهلية اللي رجعت لعبة مؤجلات في دور الأبطال ومؤجلات في الدورة فبالتالي إحنا بنشوف تراجوة لمحمد عبد المنعم تراجوة العمر السولية بشكل بير لعبة لبكولو سان جرمام هما كمان بيلعبوا من عندهم لا هما بيلعبوا شكل منتظم من أول الموصل ما كانش عندهم مؤجلات لكن احنا كان عندنا مؤجلات فاضطرنا نلعب كل 48 ساعة كل 72 ساعة ولعبنا بعد أمم أفريقيا 48 ساعة فبالتالي حالة الإرهاق عندنا أعلى كمان احنا بنتلعب باستراتيجية مختلفة انت نهار دا لما بتبتدي المباراة وانت بيتبحث عن الهدف غير لما انت بتلعب المباراة وانت بتدفع سهل جدا أن انت تديق المساحات ودفع بشكل كويس لانت نهار دا في القاهرة مطالب أولا بالتسجيل فده بيتفعك لتغيير الاستراتيجية بالصعب المهمة أكتر طيب بس احنا المرات بنلعب على أرضنا وعندنا جمهورنا في يويندي كان الموضوع مختلف صحيح فشايف ان مسألة الجمهور وزي ما انت لسه قيل فكرة ان التذاكر كلها كمان يعني خلصت أو نفذت من أماكن التوزيع ده بيؤكد ان فيه دعم كامل للمنتخب فهيبقى فيه الأداء مختلف تشوف طول الوقت الجمهور عامل مهم جدا وعامل إضافي بيخليك تشعر بأنك بتلعب يعني مش لعب زيادة لا انت بتشعر كل لعب في كل التحام في كل الصراع بيشعر بأنه يعني عنده أضعاف الطاقة فدي بيضيف الجمهور والتواجد الجمهور طبعا بيضيف جدا للعبين فأنا متوقع ان ده هيبقى عامل إضافي وحافظ إضافي إن شاء الله للعاب المنتخب بشوف ان احنا إن شاء الله مع التغيير زي ما بتكلم مع حضراتك مع استبدال استراتيجية واستبدال طريقة اللعب اللي هو يفكر فيه حاليا مستر كيروش أن هو هيغير من الشكل اللي اعتمد عليه في نهاية أفريقيا أنه يكون فيه تغيير في المنتخب للأفضل بإذن الله في الحالة الهومية بالتحديد أتوقع إن شاء الله أن احنا يعني هنكون عندنا المبادرة والشجاعة في انطلاقة المباراة خاصة أنه يعني بالنسبة كبيرة جدا جدا قرر أنه يعتمد على اتنين مهاجمين محمد صلاح ومصطفى محمد وهيعدل في الطريقة لأربعة ونصف ملعب اللي هي اقتتمنى بيها العشرين ديئة الأخيرة في المباراة اللي هو من الديها سبعين للديها تسعين لما نزل حمد سيد زيزو تحوينا لأربعة وربعة واتنين ونزل مرمان حمدي كمهاجم تاني مع محمد صلاح في الفترة دي كنا قدرين نساجل هدف مرمان حمدي ضيع كرة في الستة أرضا وضيعنا بعدها كرة تانية كنا قادرين فعليا في خلال التسعين ديئة نحن ننهي مباراة نهاية أفريقيا بالتقدم قبل الوقت الإضافي لكن كان فيه بدلق في بعض الكرات فبالتالي أعتقد أن الاستراتيجية اللي اقتمنا بيها المباراة هي الأقرب اللي نحن إن شاء الله نبتدي بيها وأن نكون قادرين على التسجيل في المبارات الزهيب بإذن الله إن شاء الله بإذن الله طيب لو احنا كلمنا على نفس المعطيات التي تتكلم عليها طيب ما احنا في الكاميرون كان الموضوع برضو مختلف لأننا لعبنا تقريبا أغلب الموضوع بأكسترا تايم ومجاربات جزائي كمان كان فيه إرهاق وكان فيه ضغط أكبر على اللعيبة في المباريات الأخيرة تحديدا وكمان لعبنا مع أبطال أفريقيا نفسهم يعني لعبنا الكاميرون لعبنا السنغال لعبنا المغرب في حين أن السنغال ملعبتش كل الأبطال ملعبتش أو موجهتش الأبطال بهذا الحجم فشايف إن إحنا الأكفأ أو الأفضل ببنظر على المباراة الأخيرة أنت المئة عشرين ديئة المئة وتمانين ديئة التي تلعب عن تسعين في القاهرة و تسعين في ذكار تقدر تقول أنهم حاجة منفصلة تماما عن كل ما مضى في الأشهر والأسابيع الماضية لأن دي بالنسبة للعب بتمثل الحاجة الأبرز في مشواره وما التعود في كهس العالم لا يوجد أهم من ده فبالتالي أعتقد أنه حتى لو أنت بتواجهك أو بتعاني من حالة إرهاق أو بعض التعب فبالتالي كل ده بيزول بمجرد ما تتواجد في الملعب إن شاء الله الحالة مختلفة أكيد ما بين نهاية أفريقيا والمباراة المتتالية في وقت دي وما بين أننا خلال آخر شهر ونصف آخر شهرين كان فيه كم كبير جدا 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 من المباراة اللاعبين لم يحصلوا على أي راحة فبالتالي هو الأمر مختلف بعض الشيء لكن زي ما بقول لحضرتك أنه كل ده بيزول بمجرد صفرات الحكم لأنك قدام حلم أي لاعب لا يشغله غير كأس العالم أي لاعب ليس في مصر أو في أفريقيا بيهموا من الدرجة الأولى أن يكون متواجد في هذا الحدث الكبير فأعتقد أن الأمور دي بتزور بمجرد ما المباراة تبتدي وبإذن الله كمان أنا بشوف أننا المباراة الأولى في الكاهرة مش عامل سلبي زي ما البعض بيشوف لأ بشوف إحنا عندنا في منتخابنا كان فيه إصابات كتير شوفناها هل النهاردة لو تكلمنا مثلا على الشدناوي في حراسة المرمى هل النهاردة إحنا الأكفأ مثلا إحنا نلاقي أبو جبل في حراسة المرمى ولا مثلا ولا في خط الوسط كان عندنا كمان إصابات هل النهاردة إنت شايف أن هو موجود في حراسة المرمى ثلاثة فيه شناوي وأبو جبل ومحمد صبحي فالنهاردة إحنا لو هيبتدي بشناوي مثلا وهو كان فيه إصابة هل الأكفأ في وجهة نظرك مثلا أبو جبل زي ما شفناه قدر أنه يتصدى لحاجات كتير قوي في المطشاطة اللي فاتت ولا إيه طبعا ضم أفشي وإحنا عارفين أن كروش مش بيعمل حاجة عشوائية فهل سلجأ برضو لتغيير الخطة بتاعته الجزء الأول الخاص بحراسة المرمى خلينا نقول إن إحنا محظوظين إن إحنا عندنا أفضل اتنين حراس أو أفضل تلاتة اتنين من أفضل الحراس أو التلات خلينا نقول أبو نعرف على المعنويات أبو نعرف على التجربة وبنعرف على مشاركات محمد صبحي يمكن لسه قليل خبارات لسه ماخدش فرصة بشكل كامل لكن إحنا بنتكلم عن إحنا من كرارات لكن جات له فرصة بصراحة أنا حالياً بتقرد محمد الشناوي وأبو جبل بمندي حارس مرمى تشيلسي فأكيد لسه محمد صبحي شوية عشان يدخل مع مندي ويدخل مع عمالقة أفريقيا اللي في أوروبا فبالتالي أنا بصلنا في الشناوي وأبو جبل وبقول إن إحنا محظوظين إننا عندنا سنائي ينافس عمالقة حراس العالم أو الأفرق اللي موجودين في ملاعب أوروبا فبالتالي إنت مع أي حارس طوال الوقت أنت في أمان مطمئن تماماً يمكن الموضوع هجيه قاس وإنت بتختار مين يعني هيميل أكثر العوامل المعنوية أكثر منها فنيا زي ما إحنا متفقين إحنا فنياً عندنا اتنين حراس عالين جداً جداً تشعر بالثقة والأمان دايماً معهم رغم الاختلافات بما بين ده وده لكن معنوياً محمد أبو جبل بعد ما قدم بطولة أمم أفريقيا استثنائية غير عادية العالم كله تحدث عنها وشوفنا قدي إيه لأروض حصريوته بعدها ده يخليه تقول شوفنا الأداء ضعيف شوية متوقع ويحصل طبول عمرنا بناخد أمم أفريقيا بلجعل ينزل كيرف شوية مع كل اللاعبين مع كل نجوم مصر في السابق يعني من 2006 إلى 2010 فبالتالي محمد أبو جبل بشوف أن انت ما تصنعش ضغط إضافي على محمد الشناوي لأن انت تحطه تحت اختبار صعب جداً أن انت بتطلع أبو جبل اللي هو كان أفضل حراس البطولة واللي كان اللاعب استثنائي في البطولة فأنت بتقول أن أنا عايزك تتفوق على هذا الرجل فهنا بتصنع الضغط إضافي أنت في غنى عنه فبالتالي استمرارية أبو جبل هتكون أسهل وهتكون أكثر ضمانة من أنك تغامر بالدفع محمد الشناوي مع كامل احترامنا وتواجدنا طبعاً وبشوف محمد الشناوي صخة كاملة في تواجده إذا بدأ المباراة لكن أنا هو بدنياً جاهز؟ أه جاهز جاهز تماماً وبدرب شكل قوي جداً وممكن تشوفه في تشكيل الأساس لكن أنا بشوف أنا شخصياً لو كلمتين عن رأيي أنا بشوف أن الأضمن والأأمن أنك ما تحطش الشناوي تحت ضغط ويستمر أبو جبل فيما تقدم وخاصة أن السنغاليين كمان منتخب السنغالي وبعدما الناس عرفت خطة أبو جبل في الإزازة هل من وجهة نظرك تستمر؟ ما هو إن شاء الله مش نوصل إلى ترابات جزائية كان لازم نكتب مع السر إحنا اللي هنا في صباح الخير قلنا المعلومات يا أوليس أكيد أبو جبل لفت الأنظار بإستبو جبل عامل حالة يعني خالق حالة خوفة عند الخصم إنه هو حارس قوي جداً صعب بالتسجيل فيه شخصية قوي جداً فبالتالي ده بيطنع ضغوط أكتر على المنتخب السنغالي فنتمنى إن شاء الله برضو يستمر أبو جبل في حالة مشتغل فنياً كمان وفكرة تحليل المعلومات صحيح إحنا معنا فريق تحليل الأداء ومدعاة لفخرنا أن اللي بيقوم بالدور ده صحيحة وفيه أرسل الحضري بسراحة لا فيه فريق تاني تحليل معلمات المفاجأة الجميلة جداً جداً إن شاب مصري محمود سليم في بداية سنواته في العمل تحليل الأداء هو اللي بيقوم بالدور ده مش بس بيقوم بالدور ده محمود سليم كان ليه دور مهم جداً جداً في أنه بيتدخل في تغيarlات المباراة وهو اللي حاول اثنين مهاجمين في الجزء ده في الجزء التالت الساعة الأخيرة المرة ونجحت وده نصنع خطورة فيعني المنازمة 4-4-2 بقى شايف كروش هيلجأ ليه 4-4-2 ونفس الشكل اللي احنا شفناه الخاص بي يعني تيمة الفريق والتجانس ما بينهم ومعين بعض في الملعب في المباريات الأخيرة ولا هيغير من طريقة اللعب في المبارياتين دولة تمام لما نجي نتكلم بشكل أوسع شوية نقول إن كيروش المنطقي والاعتيادين واستماد على نفس الطريقة اللي ابتدأ بيها أمم أفريقيا ولعب بيها طوال أمم أفريقيا 4-3-3 اللي هي 3 دفندرات السولية وحمد فاتحي ومحمد النني لكن دي كانت بتميل أكتر للأدوار الدفاعية وأن انت بتضيق المساحات في بحثك عن شكل جديد إنك تخلق فرص وتسجل أهداف هو متوقع أنه يبدل ويعدل ويمكن ده حصل في الكواليس حاليا وفي التدريب حصل أنه عدل لأربعة أثنين اعتمد أنه يدخل محمد صلاحكم مهاجم تاني مع مصطفى محمد ويمكن جرب عمر جابر ده اللي ممكن يكون المفاجأة جرب عمر جابر قدام عمر كمال لكن لو سألتين أنا شخصيا أنا بشوفهم طبعا أحمد سيد زيزو اختيار أفضل وأكثر منطقية من عمر جابر لأن أحمد سيد زيزو قدم برضو بطولة هيلة جدا واللعب رجله في الملعب بشكل قوي وقادر يعمل لك الحالة اللي أنت محتاجها ما بين حالة التوازن اللي أنت بتبحث عنها بكيروش بيفكر إزاي دلوقتي بيفكر أن أنا محتاج أسجل هدف فبالتالي بغير طريقة اللعب في نفس الوقت لازم أحافظ على نفس القوة الدفاعية اللي أنا كنت متواجد بها في أمم أفريقيا فبالتالي أعتقد أن زيزو هيكون قادر أكثر على منحك عملية الاتزان اللي أنت بتدور عليها يبقى عندك اتنين مشاكلة صريحة على الأطراف يدفعوا ويهجموا هو زيزو وعمر ملموش أو ترزيجي في الناحية التانية في الناحية الشمال وبتعتمد على حرية أكتر لمحمد صلاح في عمق الملعب ما بتأيدوش بالتواجد في أحد الأطراف نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون صلاح في كامل حالته البدنية لأن بعد مباراة أرسن طبعا شوفنا محمد صلاح في مباراة أرسن لا نخلق كامل فرموته ثم غاب في نوتن جهام شارك في التدريب بشكل قوي في الساعات الأخيرة الحمد لله نتمنى يا رب إنه يكون في كامل صحته وكامل عفيته بإذن الله لإنه طبعا هيفرق كتير جدا جدا كنت تتمنى إن أنا مشوفش محمد صلاح في مباراة أرسن الحقيقة ويعني لو شوفنا أي تراجع أو أي نقص بدني مش هنسامح يورجون كلوب بقى أبدا إن شاء الله يبقى أحسن حل إنت كمان عندك حاجات كده في الكواليس إنت بتبقى عارفها أحكي لنا عن روح الفريق في الكواليس عاملة إزاي يعني خليني أقولك إن اللاعبين متفقلين بشكل كبير جدا جدا بقدرتهم على تجاوز السنغال كان الموضوع في البداية كان فيه مقارنات ما بين إن الظاهير الأيمن في بيرمونيخ بيلعب في السنغال بيرمونيخ ومش عارف مين بيلعب في ريسان جنمان لكن بعد المعشرين جيئة اللعبة بقى عندها ثقة أكتر في أنفسها ولعبة عندها ثقة في قدرتها على تجاوز السنغال داخليني المباراة ممكن أقولك بندية أعلى وأكتر من المباراة السابقة كمان هم متفقلين جدا بالحالة اللي عايشينها في المعسكر وجود العناف الجديدة زي محمد مجد أفشة وحتى عمر جابر يمكن بعض الجمهور انتقد عمر جابر لكن عمر جابر بالحقيقة أنا بشوفه واحد من أفضل اللاعبين في آخر شهرين ثلاثة لما رجع الجهة اليومنى بعدما كان بيستخدمه في نص الملعب مستوابع عالي بشكل قوي جدا فبشوف إن دي إضافات إضافات مهمة ويمكن أنا من حدش يجاوب على سؤال بخصوص أفشة وتواجد وهل ممكن يبقى ليه جزء من المباراة بالتأكيد هي زي ما أنت قلتي كيروش ما بيفوتش حاجة مهم جدا أفشة متواجد فيه مع المنتخب لأنك إنت فيه جزء معين من المباراة هتقرر استبدال طريقة اللعب وتخلي عن أحد اللاعبي وسط الملعب اللي يمبر أدوار الدفعية وتضيف أو تزود لعب يهاجم أنا متوقع جدا جدا إن أفشة هيكون ليه دور مهم في الجزء الأخير من المباراة وإنه هيقدر إن شاء الله يضيف التحول اللي كيروش خطط ليه وأنا شخصيا بساطة جدا جدا إن كيروش يفكر بالمنطق ده يمكن كيروش لحد اللحظات الأخيرة ما كانش في دماغه إنه هو يضم أفشة لكن الدافع اللي وراء ضم أفشة إنه هو وضع السيناريو ماذا لو تأخرت في التسجيل أو ماذا لو كنت محتاج هدف في الجزء الأخير من المباراة طيب هو روح لنفس السيناريو بتاع ماذا لو ده لأن إحنا دايما من خلال بقى معاشتنا معا كيروش في المباراة اللي فات التحديدة منشوفه بيقسم شكل المباراة يعني ممكن يبتدي دفاعه وبعد كده يغير يبقى هجوم صحيح تفتكر عشي إحنا بنلعب على الأرض هيبتدي هجوم على طول حرصا منه على تسجيل الهدف اللي إحنا قلنا اللي هو عاوز يسجل الهدف عشان يطمئن قلبه صحيح بشوف هو هنا مطالب بأنه ما يدفعش بنفس الطريقة أو في نفس الوقت ما يندفعش أو يغامر أو يقمر بهجوم مبكر فبيعمل ليلة الوقت هو حاليا بيبحث عن حالة الاتزان حالة الاتزان دي هو شافها في آخر ساعات وغربها في التدريب أن أنا هتحول لأربعة أربعة أثنين أحافظ من خلالها على وجود جناحين على الخط قدام الزهرين بيقوموا بنفس الأدوار الدفاعية ويبقى أنا بدافع في الحالة الدفاعية بأربعة أربعة أثنين مصطفى محمد وصلاح بيقابلوا من قدام فعندي كسافة عددية في التلت الأخير بتمع اللاعبين وفي نفس الوقت قدرت يتواجد عندي اثنين مهاجمين في العمق وبتقدم الجناحين بشكل عادي جدا فبالتالي هيبع عندي قدرة أقصر على صناعة الفرصة وهيبع عندي الكسافة الهجومية فأنا بشوف أن كيروش ميال حتى الساعات الأخيرة أو حتى اللحظات الأخيرة إلى اتباع فلسفة توازنية لا تميل للهجوم ولا تميل للدفاع فيها وساطية شوية الجزء الأخير من المبراه هو مخطط بحسب النتيجة إذا إن شاء الله حصل تقدم مبكرا هيتم التعديل بأن أنت تضيف لعب ثالث في وسط الملعب على حساب واحد من المهاجمين وتعدل الطريقة للأربعة خمسة واحد وإذا تأخرت في التقدم لقدر الله إن شاء الله ما نتأخرش فأعتقد هنا هيكون أنت بحاجة لأن أنت تزود عدل لعبين المهاجمين وهنا دور أفشة في التحول اللي يصنعه التحول للأدوار لهومية حاجة مهمة عايزة أقولها في النقطة دي إحنا مش جايين نكسب سنغالة اثنين وثلاثة واربعة زي بالناس ما تخيلها والمباراة مش هتحسب هنا الصعود مش هيحسب هنا يعني أنا عايز أقول حتى في أسوأ لحوال الإذن أن أنت تعادلت ده مش مش سيئة جدا زي بالناس متصورة وأن الموضوع انتهى لا ما انتهاش خالص بالعكس حتى لو تعادلت هنا انت بتنقل الضغط على السنغال في المباراة القياب وانت قادر بنفس الاستراتيجية اللي رعبت بها في نهاية أفريقيا تخلق الصعوبات وبالتالي هتكون قدرتك على التسجيل موجودة انت بتلعب خصم قوة جدا جدا فالناس متصورة انت في القاهرة هنا فاكسب اتنين واكسب تلات لا ده ما بقاش موجود في كورة القناة من شاء الله نكسب بإذن الله يكون قادرين بس ما نبقاش نبقى فاهمين ان احنا ما ينفعش نصنع الضغوط أكبر على لعبنا ونبقى فاهمين ان احنا بنقابل المتخب قوة جدا وانحنا الضغط علينا لان المباراة الأولى عندك دلوقتي فبالتالي لازم يكون عندنا فلسفة الصبر وانا اعتقد ان دي فلسفة كيروش مش هيكون مستعجل خالص هيكون عنده صبر واللعيبة خزالك اللعيبة مؤمنة ومدركة تماما ان الحسم في دقار مش في القاهرة فبالتالي لازم احنا ايضا نبقى وعين لده يعني انت كده بعد توقعتك ايه للمطش اللي هنا عشان انت قلت الحسم هناك فتوقعتك ايه للمطش الزيب ولا ايه يا بعمت يعني انا اتوقع ان احنا هنفوز هنا بواحد صفر او هنفوز بفرق هدف يعني مش هيكون فيه نتيجة اوسع من كده بإذن الله واتوقع ان شاء الله ان احنا من خلال قدرتنا على الفوز في القاهرة ونتجاوز هذه المباراة ان احنا نكون قادرين ان احنا نطلع بنتجة التعادل ان شاء الله في استنغال وان شاء الله نكون عبرنا كاس العالم هدية الجمهور لمصر بإذن الله ان شاء الله يا ربي يعني يسمع من بؤك ربنا زي ما بيقول ان شاء الله بإذن الله سعيد علي النقد الرياضي بنشهر حياة كيف نمع وجودك معنا في صباح الخير يا مصر وطبعا من يتمنى كل التوفيق والفوز ان شاء الله يعني لا تراجع عن الفوز في المباراة بإذن الله الفاصلة المؤهلة لكاس العالم نشكرك مرة تانية على وجودك معنا في صباح